اشتركوا في القناة طريقة العزل اللي انا بعزل فيها وهل هي طريقة مجدية ام لا طبعا اخوان انا هاي طريقة بعزل فيها من سنوات طويلة والحمد لله رب العالمين وما عندي اي مشاكل فيها وحتى المحركات اللي بتيجيني بعد فترة بكون انا لفيتها مثلا احترقت بعد فترة بجيني العزل تقريبا كما هو يعني ما فيه تفتت ما فيه تمزق ما فيه شيء ممكن يكون جيني لونه اسود جيني كذا لكن ما بكون منهار بشكل كامل والحمد لله رب العالمين طبعا فيه احد الشباب فحصه انا ما فحصته بصراحة لكن فيه احد الشباب فحصه على المقر وقال لي انه عزليته ممتازة جدا وعلى العموم انت بتقدر تجرب تعزل فيه وهو عبارة عن اللاصق الورقي انا ما اعتقد الكل بعرفه من نوع جيد هذا ما بنا نعمل اعلان او دعاية للنوع هذا نوع جيد هو نوع اماراتي بعزله ممتاز وكويس وانا بعزل فيه يعني وحركات لغاية 25 حصان 20-25 حصان بهذا الحدود هو له ميزة انه يعني بس تحط اللاصق يعني بيمسك بالورقة بالسلك وبالتسق فيه هذا الشيء بيعمل انه لما تيجي انت تربط وتسحب الخيط ويمر الخيط على اللاصق ما بيسحب اللاصق معه اه لفوق يعني زي مثلا الورقة لما تحط ورقة انت اه وتحط خيط وتسحب وتشد الخيط بتلاقي رفع الورقة معك او كذا اه لا هذا ممكن انه اه الخيط يمزق يعني يثقبها ويشقها ما بيخليها ترفع بيخليها ثابتة بمكانها لانه ملتصق بالسلك بشكل جيد اه طبعا طريقة سهلة يعني انا بعزل بحط طبقة او طبقتين او مرات ثلاث على حسب القدرة الموجودة للمحرك والحمد لله زي ما حكيت ما عندي مشاكل الان بس اورجيكم انا كيف يعني اه بعزل فيه طبعا طريقة انا بعزل فيه بقطع صغيرة يعني بهذا الشكل يعني بقطع قطعة صغيرة زي هيك وبالسقها بهذا الشكل على السلك وبنزلها من تحت بهذا الشكل بحيث انها تلتصق بالسلك بشكل كامل بحط طبقة او طبقتين او ثلاث على حسب اه العزل اللي انا بدي اياه او انا محتاجه او حالها حسب قدرة المحرك وقطر السلك طبعا انا برجيتكم ايه طبعا مش في التفصيل في احدى السلسلات مش حال مش تتذكر اي سلسلة فيهم لكن حبيت انه لانه سلت اكثر مرة عليه فحبيت اني انا اصدر لكم اياه بالفيديو منفصل على اساس انه يكون واضح بهذا الشكل بحط قطع صغيرة على اساس انه كل قطعة تاخذ مكان وبحط اكثر من طبقة زي ما حكيت طبقتين او ثلاث على حسب قدرة المحرك بهذا الشكل زي ما انتم شايفين طبعا اللي بسأل انه الورنيش لما انت استدهن الورنيش ما بعزل الورنيش عن السلك طبعا ممكن انه يعزل في هاي المنطقة اللي بتكون بين الملفات ممكن انه ما يوصل الورنيش بسبب هذا اللاسق طبعا اصلا هو تقصه بالمقص على اساس انك تظهر السلك تشوف انت وين اللاسق الزائد وتقصه بالمقص على اساس انك تظهر السلك تشوف انت وين منطقة فيها لاسق زيادة ممكن انك تسحبه وتقصه بالمقص على اساس انه الورنيش يوصل وطبعا مع التربيط يا اخوان ومع الورنيش بجمد السلك وبيثبت وما بيصير اي مشاكل هاي هي الطريقة حبيت اني اورجيكم اياها ان شاء الله انكم تستفيدوا بتقدروا تجربوها وتشوفوا والمحرك بعد ما يحترق بعد فترة يعني ان شاء الله انه ما يحترق لكن اذا احترق بعد فترة راح تلاحظ انه اللاسق زي ما هو وانا ببقى اورجيكم انا الان ما عنديش محرك يعني قديم ببقى اورجيكم اذا جاني محرك كيف شكل العازل بكون بعد ما يحترق المحرك هاي هي ان شاء الله ما ببنا نتأخر اكثر من هيك ولا تنسوا زي موصيكم دائما ووصي نفسي صلواتكم الخمسة والاكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثر من الاستغفار والاكثر من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة